على مقربة من المنافذ الحدودية يقترب التفاؤل بنفض غبار الفساد المالي عبر جسر الأتمة الذي يربط بين الدوائر المالية والجمارك والدوائر القطاعية كافة هنا وقد عصف بشريان العراق الاقتصادي الذي تمد منافذه الوارد والصادر من البضائع كان توجيه رئيس الوزراء بالإسرائي في تكامل الربط بين البنك المركزي والمنافذ الحدودية اتماما لمشروع الربط الشبكي والنظام المصمم لإدارته والذي سيوفر قاعدة بيانات موحدة ومركزية ترافقه نقاط التفتيش لمتابعة شاحنات الترانزيت المشروع الذي انطلق العمل فيه آذار الماضي يتوقع أن يعمل على تقليص الوقت في إنجاز المعاملات الجمركية والمالية والحد من الفساد المالي وعمليات التهريب والتلاعب الجمركي تلك التي عاد منها المربع الاقتصادي في العراق وضرب المنتج الوطني التوجيهات الرسمية بتضمين مشروع النظام أتمتة واسعة تقتضي تكوين الصورة فحص موحدة تحتوي المعلومات المطلوبة مع تقليل الاعتماد على العامل البشري إلى أقصى حد وهو ما يتطلع له مختصون من خلال رفض الخزينة العراقية بانتعاشة في إرادات المنافذ الحدودية وكذلك العمل على فرض الرقابة على العملية الجمركية التي يدخل فيها البنك المركزي على خط العمل ضمن شبكة واحدة تدشن لبيئة الدفع الإلكتروني عهدا جديدا يحتاج العراق لمواكبة عالم المال والأعمال سيما بعد أن كان متأخرا في مواكبة التطور الحاصل مع كبريات مصارف الدول المتقدمة اشتركوا في القناة